موسيقى ومع أولى فقرات أمسيتنا ومشاهدينا ومع العلاقات الإنسانية ففي حياتنا لا بد من وجود العديد من العلاقات وبنائها ولكن كيف يتم بناء هذه العلاقة وكيف نتمكن من جعلها علاقاتنا إيجابية في حياتنا اليومية وحول كيفية بناء العلاقات الإيجابية والعوامل التي تساعد على بنائها والتعرف عليها أكثر الرحب بضيف حلقتنا الأستاذ عبدالله درويش مدرب في التنمية البشرية يا هلو يا مرحبا بك أستاذ عبدالله يسعدنا تواجدك معنا في برنامج أماسي لتسليط الضوء على موضوع بناء العلاقات الإيجابية في بداية الموضوع نحن كيف يمكن أن يتم بناء العلاقات الإيجابية العلاقة نحن ممكن أن نكونها مع أي شخص في أي وقت إلا أنه في شيء يحكمنا هل العلاقة اللي نحن بنتعامل بها بتكون علاقة إيجابية نقصد بالإيجابية أنها إيجابية لنا نحن والطرف الثاني والصالح العامة والبيئة اللي نحن نشتغل فيها صحيح أو العلاقة تكون سلبية مردودة هي يكون سلبي علي أنا وعلى الشخص اللي دخلوا إياه في علاقة وساعات تتطور هذه السلبية للبيئة المحيطة فينا صحيح المفروض علينا أن نحن نبدأ في بناء العلاقات بشكل إيجابي نقصد بكلمة إيجابية أن الهدف منها يكون هدف إيجابي الهدف هذا سواء كانت علاقة عمل سواء كانت علاقة صداقة سواء كانت علاقة في محيط الدراسة يعني شو ما كانت العلاقة لكن نحن في البداية لازم نبتديها بعلاقة إيجابية بشي إيجابي بالضبط والإيجابية تبدأ مننا نحن نعم بغض النظر شو ما تكون نوعية العلاقة يحكمنا شي واحد حجم الدوائر أو نوعية الدوائر اللي موجودة حوالينا نعم شو نقصد بالدائرة الناس اللي هم قريبين مننا يعني مثلا أنت الأسرة دائرة قريبة جدا منك صحيح الأصدقاء من الدوائر القريبة أما بعض العلاقات تكون سطحية فهذه تكون دوائر أبعد صحيح لكن الهدف واحد أن العلاقة تكون في كل الأحوال إيجابية لازم تكون إيجابية في كل الأحوال لكن نحن يوم نقصد الإيجابية ويوم أنت قلت لي في البداية لكن نحن لازم نبتدي بشي إيجابي ماذا هو الشي الإيجابي؟ نحن نقدر أن نبدأ بالإيجابية أول شي مثلا أن نحفظ الطراب الثاني من الضرر أو التأثير السلبي لازم في علاقاتنا الإيجابية ما يكون له تأثير سلبي على الطرف الثاني صحيح حد من الناس يقول لك أن دامني أنا بخير ما علي الباقين شو يستوي فيهم ما علي في الناس جزء رئيسي من بناء العلاقات الإيجابية أن الطرف الثاني ما يتأثر سلبيا يعني لازم تهتم فيه الاهتمام هذا الجزء الثاني الاهتمام على حسب الدائرة التي أنا أشتغل فيها صحيح يعني مثلا اهتمامي بطفل موجود بياي غير عن اهتمامي بشكل شخص كبير صحيح غير عن اهتمامي داخل نطاق الأسرة كل دائرة لها احتياجاتها صحيح صحيح على أي كلمة بقولها يمكن أتحاسب عليها صحيح على أي شيء هنا أنا مبشعر بالأمان صحيح بحاول أني أنا أتخوف أني أنا أتعاطى مع المدير هذا أني أنا أتكلم معه بتقول لعبد الله أن علاقة الموظف مع المدير لا نحن نبوها دائرة أقرب صحيح لأنني مسؤولة و مرتبطة بمهام دعنا نقول كصداقة صحيح أو علاقتي أنا كأخوي نعم إذا لم أشعر بالأمان تجاهك مستحيل أصارحك بالموجود عندي لازم أشعر بالأمان في البداية وبعدها الألاقة يعني تبدأ بداية صحيحة نعم تبدأ بداية صحيحة نعم النقطة الثالثة توفير الثقة لازم يكون هناك مساحة من الثقة موجودة بيني وبين الشخص الثاني هو يكون واثق فيني أنا أكون واثق فيه وأشعر هذه الثقة لأنه ثقة تنبني كيف تنبني بالمواقف بالممارسة اليومية بالعلاقة المستمرة هذه الثقة تنبني كل ما يمر علينا موقف الثقة هذه تكبر إذا كان أنا وكفتي إيجابية إذا كانت وكفتي سلبية الثقة هذه تهدأ يعني على كلامك أن الثقة لها دور كبير في العلاقة 100% إذا نحن بنين الثقة وعطينا الأمان في جزئية الرابعة التي تعطي مساحة للخصوصية حد من الناس ما يعطيك خصوصية يدخل في كل شيء في حياتك طبعا صح هذا ضد العلاقة الإيجابية طيب أنا أنا صح أن أنت صديقي ولا زميلي وفي حدود في علاقتنا بس في أشياء خاصة فيني خاصة في أسرتي صحيح في أشياء خارج نطاق العلاقة هذه لازم ما يدخل فيها صحيح فمساحة الخصوصية جزء من العلاقة ويمكن أيضا هذا شيء يؤثر وايد على العلاقة بشكل كبير يمكن إخليها تتجه إلى تجاه سلبي أيضا بالضبط ويمكن تخلي أن الطرف الثاني يكون له ردة فعل نحن لا نقبلها صحيح كنا نحن المبادرين أن ندخلنا في خصوصياته ردة الفعل كانت سلبية فنحن نتأثرنا بشكل سلبي وبالتالي نحن لا نقبلها في علاقة إيجابية صحيح يعني أكيد لابد من وجود الكثير من العلاقات لكن كيف نقدر أن نميز أن هذه العلاقة علاقة إيجابية طيب التمييز يكون أول شيء باستمرارية العلاقة هل العلاقة هذه مستمرة أم العلاقة متقطعة أم فيها جفاء فالاستمرارية جزء مهم في العلاقة الإيجابية الشيء الثاني أنك أنت لا تشعر بالضيق والزعل أو بالثقل يعني أنت إذا لم ترتاح في العلاقة لا تكون علاقة إيجابية صحيح أنت محتاج بالضيق أو تشعر بالضيق أو الزعل معنات أن هناك مشكلة مؤثرة عليك لكن بعد على طاري الزعل مستحيل مثلا فيه علاقة طويلة تستمر بدون الزعل أو أي شيء سلبي مثلا الزعل نحن لا نتكلم عن المثالية نحن العلاقة تكون فيها الزعل تكون فيها اختلافات نحن لازم فيها كثير من الأشياء هذا الطبيعي هذا الطبيعي لكن ما ليس طبيعي؟ أني أنا ليس متقبل للعلاقة أو إذا الزعل مثلا استمر فترة طويلة أو نقدر نقول أكثر من مرة أتكرر أو استمر فترة طويلة صحيح أو أنا أشعر أن العلاقة هذه بدأت تستوي ثقيلة علي صحيح إذا العلاقة بدأت تستوي ثقيلة علي أنا معنات أن هناك مشكلة تحسسني أني أنا ليس متقبل هذه العلاقة صحيح هني لازم يكون عندي دور كبير في الموضوع صحيح أوقف أشوف أين المشكلة أحاول أن نبحث عن حل يتناسب مع الطرفين نعم إذا أنا لم أحلت هذه المشكلة تبدأ تتراكم 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 لما تكبر نحل المشكلة لا نستطيع أن نحلها صحيح فإن أن تتعامل وتتعامل العلاقة إلى البتاءات نعم صحيح نحن كيف كان يمكن أن نحل جميع علاقات إيجابية؟ أول شيء نحن يجب نبدأ بأنفسنا مهم ما ننشغل بالطرف الآخر يعني كثير مننا يكون دقيق في محاسبة الطرف الآخر ألا أنه يجد لنفسك الأعذار نعم طيب أنت مثل ما تجد لنفسك الأعذار شوف العذر الذي يناسب الطرف الثاني الشيء الثاني لازم نحن نعطي فرصة للأطراف الأخرى كيف أنت تحكم على الشخص من أول مرة صحيح كيف أنت تبقى أن كل شيء يكون أمية بالأمية كل شيء يكون نحن قبل شوية كنا نقول أنا لازم بيمر شوية تزعال شوية ضيق اختلاف في الرأي هذا طبيعي نعم بعد نحن لازم نكون نحاطين في بالنا أن كل شخص عنده مسؤوليات ومهامة فما نحط في بالنا إذا الشخص هذا اعتذر في يوم من الأيام أو تأخر عليه أنه قاصدنها صح أهم شيء لا تسبق أو لا تستعيل في إصدار الأحكام صح كرامك أفهم من الطرف الثاني أفهم الأسباب المشكلة التي صايرة أو الموقف التي صاير عطف فرصة يدافع عن نفسه وجدل العذر تشوف أن العلاقات كلها تمشي بإيجابة تفاهم في حوار من بينكم يخليك أنك تتجه إلى الأشياء الإيجابية بالضبط أمية بن أمية ودائما يعني الانطباع الأول يمكن يكون له دور كبير في بداية العلاقة أمية بن أمية نحن قلنا قبل شوية المبادرة وخلق الانطباع الأولى عند الشخص أو عند الطرف الثاني هذه الانطباع الأولى تخلي أن الشخص هذا يحس بنوع من الأمان صح بنوع من الأريحية صح هذه الأريحية تعطيه تدافع أنه يتجدم خطوة أكبر في العلاقة أو أنه يوسع نطاق العلاقة صح أما إذا نحن ما خلقنا انطباعي إيجابية من البداية سترى الشخص الثاني يبدأ يتحذر صح أو يبدأ يأخذ قرار نحن لا نعرف شو هي الخلفيات أو التراكمات الموجودة عنده نعم صح يمكن هو يقارن بموقف سلبي سابق ويتخذ قرار أن هذا الانطباع لا تناصبني فيوقف من البداية صح لكن إذا كانت البداية سلبي يمكن هذا الشيء أيضا له حل في المستوى لما له حل أكيد أن له حل بس يأخذ وقت وجهد أكبر يعني إذا أنا كان ببني علاقة إيجابية في وقت أسرع إذا كانت الانطباع الأولى سلبية نعم والشخص الثاني خذ موقف مني عادة ترميم وبناء هذه العلاقة يحتاج إلى وقت وجهد وحتى تنويع في الأساليب على حسب بعد أيضا الشخص الثاني على مدى تفهمة للموضوع بالضبط لأن رسول صلى الله عليه وسلم علمنا أتغي لأخيك المؤمن سبعين عذران نعم فإذا لم تجد فقل لعل له عذران لا أعلم هذا شو؟ من البداية من عندك أنت إذا تفهمت الشخص الثاني إذا بدأت تعذره تعطيه فرصة أنه يبرر موقفه تفهمت شو وضعه أو تعاطفت وياه في موقفه اللي هو كان موجود صحيح؟ يعطيك المجال أنك أنت لا تحاول ياه مرة ومرتين وثلاثة صحيح الأستاذ عبد الله نحن بنكم من الحوار معك ولكن من بعد هذا الفاصل القصير المشاهدين هنتابع معكم هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر رجعنا وياكم مشاهدينا مرة ثانية ومع الأستاذ عبد الله درويش مدرب في التنمية البشرية أستاذ عبد الله أكيد هناك أنواع وسمات وخصائص عديدة لك الشخصية هل الشخصية دور كبير في بناء العلاقة؟ 100% من أهم الأشياء التي تأثر في العلاقات شخصية الشخص الذي تتعامل معه إذا كانت شخصيته تتقبل الناس تتقبل بناء العلاقات شخصيته متسامحة سمحة في التعامل مع الناس ما ينظر لك بنظرة دونية يتقبل منك الأراء هذه كلها تكون سمات موجودة في الشخصيات فمتى ما كانت الشخصية سلسة سهلة التعامل معها هذا أسهل في بناء العلاقات الشخصية أو العلاقات الإيجابية صحيح ومتمسكة بآراءها نعم صحيح شخصية تطلق عليك العناوين أنت كذا شخصية تبقى تفرض رأيها هذا صعب أنك أنت تبني معها علاقة صعب تتعامل معها أساسا بالضبط غير أنه صعب تتعامل معها هو ما يتقبل الناس يبدأ هو يطلعك أنت غلطان يبدأ هو يحاول أنه ينفرك صحيح مع أنه ما يشوف نفسه غلطان حتى لو اجتمعوا الناس وقالوا أنه غلطاني مجموعة من الناس قالوا أن الشخص هذا غلطان ويقول لهم أنتو الغلطاني مبأنا فكلما كانت الشخصية صعبة كلما كانت بناء العلاقة معها صعبة جدا في هذا الشيء في حل أم لا في حل ما الشخصية الصعبة أنا كيف أقدر أتعامل معه من أفضل القواعد الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم أدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليون حميم أنت المعاملة الحسنة بعد المعاملة الحسنة صح المعاملة الإيجابية بعد المعاملة الإيجابية في نفس الوقت تبحث عن أساليب مختلفة يعني إذا أنا تعاملت مع شخص بأسلوب معين شفت أن الأسلوب هذا ما يبمعه أغير أسلوبي أتجه إلى أسلوب ثاني يمكن هذا الأسلوب أسلوب ثاني من أهم الأشياء التي تجعل الشخصيات الصعبة تتفق معك أنك أنت تشعر أن الرأي الذي نحن يتفق معه رأي هو لو أنت كنت صاحب الفكرة تشعر أنه يعني كيف في وسط الكلام تقول مثل ما قال الأستاذ محمد مثلا نعم أن نحن إذا سرنا في هذا الموقف اتجهنا للرأي ألف نعم الرأي بيكون يجابي واي الفكرة ألف يمكن أن لا تكون فكرة الأستاذ محمد صحيح بس أنت يوم أشعرت أنه صاحب الفكرة يشعر بالارتياح أكثر يعني يرتاح صحيح الشي الثاني إذا كان شخص عصبي الشخص العصبي لا تطلب منه مهام لا خليه يفرغ اللي موجود عنده يعني يخلي يتكلم يأخذ راحت يقول اللي يبع ويقبها أنا أقدر أتحور معه وكلمة يوم يهدى يوم يهدى وفي معرفة كلامه هو يوم يستتكلم أنت بتحس شو المفاتيح اللي مضايكتنا أو شو الكلمات أو المواقف اللي ضايقتها تقدر تدخل من خلالها صح الشي الثالث أنك أنت لازم تكون منتبه أن هذه الشخصيات الصعبة يكون عندهم وجهة نظر معينة في بعض الأحيان قد تكون وجهة نظرهم صحيحة طيب أنا ليش ما أنصط له وأسمعه وشو وجهة نظره قد يكون عنده رأي سديد قد يكون عنده فكرة معينة أنا أقدر نتعامل بها منها صح وشي شي مهم أن الموقف اللي نحن موجودين فيه ساعات نحن نبقى أن كل العلاقات يعني مثلا دايما يكلمني وهو هادي وهو رائع المكان يكون هادي بعض الأوقات الموقف لا ما يخليك صح مثلا أنت عندك شي طارع حالة طارع في الحالة الطارع قد يكون أسلوب الشخص هذا شوية جاف أو شديد صح أنت لازم تراعي الحالة اللي هو موجود فيها أو حتى إذا هو شخص عنده مشكلة معينة صح بزين بدقول إذا هو عنده مشكلة أنا شو يخصني صحي يخصني أنا أبو أحافظ على العلاقة أنا أبو أبو العلاقة هذه تنجح إذا أبو العلاقة تنجح لازم أكون مبادر ومتفهم صحيح وأيضا الكلمة الطيبة دائما لها دور كبير في هذا الشي بالضبط لازم يكون لدينا مخزون كبير من الكلمات الطيبة مخزون كبير من الكلمات الإيجابية صحيح مخزون كبير من الأفكار الإيجابية التي تجعلنا نحن نتقبل الناس نعطيهم كلمة طيبة نتعامل معهم من شكل إيجابي صحيح وأيضا العصبية وعدم ضبط النفس لها دور سلبي في العلاقة أهني المشكلة إذا أنا شخص مبادر أني أبني علاقة إيجابية وما قدرت أضبط نفسي وما قدرت أسيطر على نفسي وما قدرت أتحكم في ردود أفعالي بكون أنا خالفت الهدف الذي أسعاله أني أنا أبني علاقة إنسانية إيجابية نعم دور مهم لنا أن نحن نسيطر نسيطر على ردود أفعالنا نسيطر على دافعية أفكارنا نسيطر على الكلمات التي تخرج مننا صحيح في أي موقف من هذه المواقف صحيح ضبط النفس معنات السيطرة إذا أنت مسيطر على الأمور كل المواقف تطلع بشكل إيجابي صحيح لكن أستاذ عبدالله دائما الشخص يوم يعصب يقول حقيقة مثلا فيمكن الشخص الثاني يتأثر بهذه الحقيقة صحيح لماذا نحن رابطينا الحقيقة بالعصبية وهذا الشيء المتعرف عليه يعني نحن لا نقدر نقول الحقيقة ونحن هادين يصير يصير أن نحن نقول الحقيقة ونحن هادين يصير أن نحن نبدي رأينا ونحن هادين يصير أن نحن نقول رأينا في الموضوع بشكل صريح بدون ما نجرح في الناس بعدين هل نحن قصدنا أن نحل المشكلة أو قصدنا أن نحن ننتقد الآخرين إذا أنا قمت بشيء خاطئ صحيح قل لي عبدالله أنت أخطأت في هذا الشيء لا تقول لي أنت إنسان سيء بعض الناس يترك الفعل صحيح وينتقد الأشخاص الكلمة دائما لها مثلا مثل ما قلت توا أنت سيء وأنت مخطأ دائما الكلمة لها معنى أكثر بالضب يعني كل إنسان يخطأ ليش أنت حولتني إلى إنسان سيء صحيح لا تقبل التصرف هذا من حقك صحيح بس أنك تصفني بالسوء أو تصف الآخرين بالسوء هني يتحول الموضوع لموضوع شخصي صحيح أني أنا تركت الدفاع عن الفعل الذي قمت به لا أنا حين أدافع عن نفسي صحيح لأن الطرف الثاني وصفني بشخص سيء فدائما نحن ننتقد الفعل ننتقد الخطأ و أنا ننتقد الأشخاص هناك تقنية جميلة لتوجيه الكلمة الطيبة ألا وهي؟ أنها إيجابي سلبي إيجابي سموناها positive negative positive الطريقة هذه أنك أنت تقول للشخص تمدحها تبدأ بالشيء الإيجابي أنا أشكرك على الموقف الذي قمت به إلا أنه زعلني منك أنك أنت كنت عصبي ولكن هذا لا يمنع أنك أنت قمت بعمل رائع إيجابي سلبي في الجملة يعني بالضبط ولا تستخدم كلمة لكن أو بس لأن لكن أو بس مثل الصدمة تسوينا فنستعيد بدالها بكلمة إلا أن فأقوله الشيء الإيجابي إلا أنك أنت كنت عصبي يعني هذه الكلمة أو هذه المفاتيح يمكن تكون سبب في أن تقدر أن تحل هذه المشكلة بالضبط وبعدين أنا يعني الطرف الثاني بيتقبل بشكل كبير أول شيء مدحني شكرني على أداي يشعر بارتياح يشعر بارتياح بعدين قلت لي ملاحظة وفي النهاية ختمت بمدح وشكر صحيح وفي نصابها في العلاقات الاجتماعية كل ما أنت يكون عندك ذكاء عاطفي في التعامل وفي تنمية العلاقات بشكل إيجابي هذا الشيء ينفعك فأنك أنت تبني العلاقات بشكل أكبر وتكون هذه العلاقات قوية ومتينة إذا نحن ما عندنا الذكاء العاطفي اللي خلينا نتصرف بالشكل الإيجابي وأننا نحن نتفهم الآخرين ونتعاطف معاهم ونحن نعاطف عليهم صحيح إذا نحن نتعاطف مع الناس نتفهم شو وضع هذا الشخص كم مرة سألنا أنفسنا أن الشخص هذا لما كانت ردت فعله سلبية ليش كان سلبي صحيح الشخص هذا دائما أنا أشوف ردود فعله إيجابية شمعنا المرة هذه أكيد الشخص هذا عنده عذر أكيد عنده مشكلة مضايقة لنا المفروض أني أنا أسمح له صحيح يمكن الشخص هذا عندما يشتكي أو يعصب ونجد أحد يساعده صحيح لماذا أكون أنا الشخص الذي أساعده صحيح إذا نحن بدأنا بهذه المبابدرات وبدأنا ننمي الذكاء العاطفي من خلال هذه الأفكار ونوصل لعلاقات التي نحن نباهها وأفضل منها صحيح الأستاذ عبد الله بس نصيحة أخيرة توجهها للمشاهدين لتحقيق علاقات إيجابية من أفضل النقاط التي نستخدمها أن نكون أشخاص متسامحين نعم متفائلين لدينا الإيمان الكامل أن نحن بمقدورنا أن نؤثر إيجابيا على الناس صحيح فمهما كنت أنت متسامح متفائل عندك المقدرة على تجاوز المواقف وعذر الآخرين تستطيع أن تبني العلاقات بشكل صحيح الأستاذ عبد الله درويش مدرف التنمية البشرية أنا أشكرك على الحوار الطيب والشيق حول العلاقات الإيجابية الله يسلم سلام